الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الدرس الجديد والذي تتعلقنا طبعا بمكون الجغرافية القسم الخامس إذن المرجع المعتمد هو المفيد في الاجتماعيات إذن نشرع على بركة الله الدرس الثالث مميزات وطني رسم خريطة تداريس وطني الأهداف أو أهداف تعلماتي أرسم إطار خريطة المغرب وأحدد مواقع الوحدات تداريسية الوحدات تداريسية بزلال جبال، الهضاب، السهول نعم أختار رموزا لتمثيل التداريس أضع عنوانا ومفتاحا للخريطة عناصر أساسية العنوان ومفتاح طبعا والرموز أمهد لتعلماتي ألاحظ أمامي خريطة جدارية طبعا لوطني وأطرح عدة أسئلة حول كيفية رسمها والتقنيات المطلوبة في ذلك نعم نبدأ الأنشطاء نعم مع عنوان هذا النشاط أرسم إطار خريطة المغرب وأحدد مواقع الوحدات تداريسية نعم لاحظوا جيدا الوثيقة الأولى فهنا العنوان غير موجود هناك هنا وردت الرياح هنا المفتاح طبعا هنا هنا الرموز ولكن بدون أسمائها هنا المقياس هنا لاحظوا طبعا الحدود دي المغرب طبعا البرية وطبعا البحرية إذن بالنسبة للوثيقة جوج الخطوات متبعة في رسم الخريطة إذن الخطوات متبعة لاحظوا الخطوات أكبر الصورة أقسم الإطار الخارجي للخريطة إلى مربعات صغيرة متساوية أضع عنوانا للخريطة حسب موضوعها أرسم إطارا خارجيا بحسب حجم الخريطة مثلا 21 سم في كل ذلك أضع مفتاحا للخريطة أرسم داخل الإطار حدود المغرب باستعمال المربعات الصغيرة أوطن المعلومات المطلوبة في الخريطة إذن لاحظوا هذه الخطوات غير مرتبة غير مرتبة نعم سنرى قلنا ألاحظ الخريطة الوثيقة واحد وأقرأ الجدول الوثيقة جوج ثم أتتبع معطيات الخريطة واحد وأستعين بالمكتسبات السابقة لتعريف ما يلي طبعا الاتجال من قياس مفتاح العنوان طبعا سنقوم بتعريف هذا الاتجال من قياس المفتاح العنوان ثم أرتب ما جاء في الجدول الوثيقة جوج ترتيبا يعني مناسبا حسب تدرج مختلف خطوات رسم خريطة إذن لنرتب أبناء الأعزاء هذه الخطوات إذن أولا أرسم إطارا خارجيا بحسب الخريطة مثلا 21 سم في كل ذلك بعدها أقسم الإطار المرجعي للخريطة إلى مربعات صغيرة متساوية ثم أرسم داخل الإطار طبعا حدود المغرب باستعمال مربعات صغيرة نعم أوطن بعدها المعلومات المطلوبة في الخريطة قبل أن أضع العنوان أضعوا مفتاحا للخريطة وبعدها أضعوا عنوانا للخريطة حسب موضوعها نعم هنا العنوان ضروري هنا طبعا نتحدث عن تداريس المغرب سنرى إذن تداريس المغرب هنا الجبال جبال الريف جبال الأطلس متوسط الكبير والصغير ثم الهضاب وهنا السهول سهول هنا ثم نعم ثم لدينا المقياس طبعا هذه وردة الرياح تحديد تجاه الشمال الشرق الغرب ثم الجنوب إذن بالنسبة للترتيب الخطوات المتبعة في رأس الخريطة إذن الأولى أرسم إطار خارجي بحسب حجم الخريطة مثلا 21 سنتين في كل دولة الثاني أقسم الإطار الخارجي للخريطة إلى مربعات صغيرة متساوية ثالثا أرسم داخل الإطار ماذا؟ حدود المغرب باستعمال مربعات صغيرة وأوطن المعلومات المطلوبة في الخريطة ثم أضع مفتاح الخريطة وأخيرا أضع عنوان الخريطة حسب موضوعها نعم بالنسبة للتعاريف المقياس يبين العلاقة بين الأبعاد الممثلة في الخريطة والأبعاد الحقيقية المطابقة لا في الواقع إذن فالمقياس يصغر لنا الأبعاد طبعا هي حقيقية باستعمال مقياس أو سلم يبين العلاقة بين الأبعاد الممثلة في الخريطة والأبعاد الحقيقية المطابقة لا في الواقع المفتاح أداد توضح مدلول رمز المستعملة في الخريطة بدونه لا يمكن أن نفهم ما في الخريطة العنوان يمكن المعرفة مضمون الخريطة هو الذي أعطينا المضمون للخريطة تحدث مثلا عن تداريس مغرب مثلا الاتجاه يساعد على معرفة وضع المناسب للخريطة نمر إلى النشاط الثاني أختار رموزا لتمتيل تداريسه نعم أبنائي هنا هذه الخريطة عنوانها الجبال المغربية فطبعا ها هو اللون دي الجبال اللي هو طبعا بني وعدنا هنا أنواع نعم ثم عدنا هذه أعلى قمة جبلية في كل سلسلة أعلى قمة جبلية في كل سلسلة ثم جريان ماء دائم جريان ماء دائم يعني تكون خطوط متصلة وجريان ماء مؤقت يعني خطوط متقطعة جريان ماء مؤقت يعني موسمي وهذا طبعا فج إذن هذا بالنسبة طبعا لقراءة الخريطة الأولى الخريطة الثانية تحدثنا عن الهضاب والسهول المغربية الهضاب والسهول المغربية إذن فهالهضاب نعم ما هي ثم السهول باللوني الأخضر وعدنا عدد هضاب صحراوي هذه هضاب صحراوي باللون الأصفر نعم وهذا جريان ماء دائم يعني خط متصل وخط متقطع جريان ماء مؤقت أو جريان موسمي نعم ها المفتاح ها العنوان طبعا هنا وردة الرياح إذن نعم سنرى ما دقي لنا ألاحظ خريطتين وأقرأ معطيتهم ثم أتعرف موضوع خريطتين الخريطة الأولى موضوعه هو الجبال المغربية والخريطة الثانية موضوعها الهضاب والسهول المغربية نعم هنا قالوا أن أستعينوا بالمفتاحين وأذكروا مختلف الرموز التي استعملت فيها للتعبير الخرائطي نعم عندنا هنا واحد معلومة أساسية أنواع الرموز مستعملة في التعبير للحق خرائطي مثل مدينة نمثلها أنواع الرموز نقطية نهر حدود مثلا كخطيا نقوم بخط البحر مثلا الجبال مساحية البحر أو الجبال أو الهضاب فهي مساحية إذن هنا أعطونا مثلا الرمز وش نقطي سنختار أم هو خطية أم مساحية فمثلا الجبال فهي مساحية كذلك الهضاب مساحية والسهول مساحية نعم هنا خانوا نغانا لدينا الإجابة الهضاب الصحراوية هي مساحية أما جريان دائم فهي خطية وكذلك جريان متقطع فهي خطية بالنسبة القمة جبلية نقطية الفج كذلك نقطية والمدينة نمثلها طبعا نقطية قلنا أنمي معجمي الرمز النقطي يمثل دواهر ضيقة طبعا في المجال مثلا موقع مدينة ميناء قمة جبل الرمز الخطي يمثل دواهر خطية رمز الخطي مثلا بحل الحدود الطرق الأنهار الرمز المساحي ومثل دواهر متسعة في المجال مثلا محيط بحر محيرات استغلال أراضي زراعية مثل جبال وغيرها هم قلنا أنقل الجدول التالي في دفتري وأصنف فيه الرموز الوالدة في مفتاح الخريطة بوضع علامة في الخانة المناسبة مسترشدا بما جاء في هذه الضواتي قادي إذن هل جواب ها هو بالنسبة الجبال والهدى والسهول والهدى الصحرية كلها طبعا مساحية تخطي مساحة وجرائيا دائما جرائيا متقطية فهي خطية وقمة جبلية أو فج أو مدينة فهي نقطية نعم نمر إلى طبعا النشاط التالي أضع مفتاحا وعنوانا ولاحظوا الوثيقة خمسة هي هذه الخريطة وحددوا العناصر الأساسية التي لم تظهر في هذه الخريطة نعم لاحظوا جيدا ما كشحتنا العنوان رعدرته ثم هناك في هذا المفتاح كنا أسماء الرموز بدون طبعا الألوان ديالها ثم ما عدناش هنا السلم أو المقياس ما عدناش المقياس هنا عدنا وردة ترياح تيجاه وردة ترياح الشمال هنا ما عدناش مقياس ما عدناش هد أسماء الرموز ما عدناش الألوان ديالها إذن ما نقص مقاش عدنا العنوان نعم طبعا أهمية كل عنصر غابة عنها فمثل عنوان التي يعطينا كيفية مضمون المحتوى المفتاح بدونه لا يمكن أن نفهمها الخريطة السلم هو مهم هذا المقايس هذه الممثلة فطبعا عندها كما رأينا هنا طبعا فالتيجاه يساعدنا معرفة وضع المناسب الخريطة دي أساسي إذن دور التيجاه يساعدنا معرفة المناسب الخريطة مفتاح ما عدناش كامل إذن في أداة توضح مدلول رموز مستعمل الخريطة فهي أداة أساسية توضح لنا مدلول رموز مستعمل الخريطة بدونها لا يمكن أن نفهم الخريطة المقياس يبين العلاقة بين الأبعاد ممثلة الخريطة والأبعاد الحقيقية المطابقة لها في الواقع العنوان يمكننا من معرفة مضمون الخريطة إذن هذه أساسيين يمكنهم معرفة مضمون الخريطة نعم هنا أضعوا عنوان لهذه الخريطة فهي طبعا الجبال هدى بسهول فهي تداريس المغرب تداريس المغرب بالنسبة لأقوم تعلمات قد أجبنا عليه العنوان المفتاح الالتجاه المقياس فيساعد على معرفة الوضع المناسب للخريطة الوضع المناسب والاتجاه والاتجاه يحدد العلاقة بين المسافات على الخريطة وتلك التي تقابلها في الواقع هو المقياس أو السلة المقياس بدونه لا يمكن قراءة الخريطة المفتاح بدونه لا يمكن قراءة الخريطة يمكن من معرفة مضمون الخريطة وهو العنوان تداريس المغرب مثلا أنقل جدول تاري في دفتري وأعبي فراغاتي بالمعلومات الأساسية إذا رجعنا للخريطة لدينا سيسية جبال ريف اسم أعلى قمة تدغين وهي عند 2450 ثم الأطلس صغير جبل الأعلى قمة يسير و 3340 متر الأطلس الكبير عنده توب قال وهي 4165 وهي أعلى طبعا قمة الأطلس متوسط بو ناصر 3340 متر وهنا نخرجوهم من هذه الخريطة نعم من هذه الخريطة أو نعم نخرجوهم من هذه الخريطة يعني أعلى قمة من هنا نعم الصورة عندكم واضحة في الكتاب فكل جبل هو يسير و هاتو قال و تدغين هنا إذن من هنا سنحدد أعلى قمة لكل سلسلة جبلية موسيقى